أغلب تيارات الإطار واللي يقودون الإطار هم جهلة ليش جهلة يعني بس بالله عليكم أنتو شوكت هاي عقليتكم تكبر وصيرون سياسيين يعني ما تستحون رايحين تشوهون صورة ناس دا تشتغل وده تشتغل صح يعني أنتو زعلانين زعلانين يا جماعة الإطار لأنه مثلا المنتخب العراقي ما طلب يشوف السيد المالكي يا أخي قوة ما طلب رحتوا لقاء إلى محافظ أربيل دا يقول عمي إحنا نرحب بالمنتخب العراقي أهلا وسهلا بي والدليل والدليل راحوا كتبوا وترجمة وتعبانين ومعرف شنو لك ما تستحون ورح أنطيكم دليل أنه اللي قاله محافظ أربيل مو هو نفسا للترجم شلون وأنا نطي الدليل بالفيديو والوثيقة أنتو تعرفون شوف الفيديو وشوف الدليل هذا أسعد العيداني وهذا محافظ أربيل أخذه قاله تعالى فركب نفسي أنا يسوق وتعالى أصعد ويايا بصدر ونفتراني وحدنا بأربيل بدون حماية بدون كل شي واستقبل المنتخب وراح أضر اللعبة المحافظ سووا عميل المحافظ وما يحب العراق وضد العراق لكن العطار ما تتعبون مخز يحب يحكوا واحد قحطان يحكوا ياكم عرضه صقط إفلان إعلامي يحكوا ياكم هذا يحكي من أمة وهذا يحكي من نقطة يحكيوا ياكم والله أي شيء لكم علاقة تحطوه شرف وتحطوه من لك ما تستحون لك معيب وهذا دليل هذا محافظ أربيل بنفسه أخذ أسعد العيداني محافظ البصرة واستقبل أحلى استقبال وفتر بيه بكل أربيل ورحبه بالمنتخب واستقبلهم رئيس البرلمان واستقبلهم رئيس الوزراء شو تريدون رئيس حكومة الإقليم كاكني جيرفان استقبلهم والمحافظ رحب بيهم وفتر بيهم ما تستحون رايحين ملزليلي في فيديو ترجمة بالمقلوب وترجمة بالرشلون هاي ياتي هاي مو هو له لا لوني غلطان هاي مو هو ده يفتر بس عد العيداني بأربيل وقال له عوف الحماية وعوف هذا مشي نفتراني منك واحد نه يلا خليطلع واحد من مسؤولين الاطار يفتر واحده بالشارع يلا يلا ترجمة نانسي قنقر